طيب الأرقام لأن فيه ناس كتير مننا مهتمين قوي بالأرقام تحديداً وزارة الصحة أعلنت أنه فيه مبارح 1611 حالة من المصابين خرجوا من مستشفى العزل بعد تلقي الرعاية الطبية وتمام الشفاء بيتفق إجمالي المتعافين من الفيروس لـ 4466 حالة وتم تسجيل 157 حالة إيجابية جديدة ضمن إجراءات الترصد والتقصي اللي بتقوم ديها الوزارة بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية الوزارة كمان أعلنت وفاة 23 حالة جديدة يبقى لدينا حتى اليوم هو 4888 حالة من حالات الوفاة وده الرقم الحقيقة الأكثر إزعاجاً والأكثر رقم بيشغلنا حتى ما 23 دي تبقى صفر إحنا في أزمة حقيقة وإحنا في مواجهة مرض لا يمكن تجاهله عداد المصابين اللي تم تسجيلهم في مصر من بداية الأزمة لحد النهاردة 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفاء العزل